ناسب شوية من التوترات الرياضية اللي عنا عشان ها وديك للتوترات ها وديك للتوترات تاني في ضربة البداية مقالي ومقاله حيكون يا جماعة يعني هل الإسبرينة تكفي لعلاج المزمنة هل المسكنات اللي بيدهالنا في علاج أوضاع الكورة والرياضة المصرية في كل مشكلة تحصل للمنتخب أو للكورة هنفضل على الإسبرينة دي على طولة باش ماندسة هو أنا اللي مستغرب له الحقيقة يعني هو إحنا ما بينطورش حتى ما بينطورش شمعاتنا يعني 2018 خلينا في القريب كلنا رجعين متنكدين من كاس العالم والبلاو اللي شفناها وإن إحنا نطلع الفريد لقبل الأخير وبالمناسبة اللي كان بعدين بانما بانما انت سألت المرة اللي فات التمليجي حانكو قال لك بسرعة بانما بس بالحين اش نقول لك بانما يعني احنا بانما تصور لما كذبوش مخدوش ولا موت بس دي لي يا قناة بقى احنا قناة سويس وقناة بانما أيوة زي معنا أيوة مسكننا من تمات في القنوات وفي الرقل في الوتاعة وابتتت الناس تحكي على وقائع ربما تكون حقيقية أو غالبا تكون حقيقية وربما تكونش لأن تم نفيها على صان بعض اللعيبة على حالة التسايب اللي كانت موجودة وهاجت الدنيا وما جت وحيحصل تحقيق ولجنة تقصح ومش عارف حيحصل ايه وهوبا الأسبرينة باشت الأسبرينة باشت باشت راحت مطرح مراح مطرح خلص خلصت والناس نسيت نجي بعديا ننظم كاس الأمم الإفريقية ومصر تهتم جدا باستضافتها وبعد اعتزال الكاميرون اعتزال الكاميرون والدولة تقدم ملحمة تنظمية الزنافة 24 منتخب ملحمة تنظمية يعني أقل حاجة إحساس المسئولية يخليك تبقى جاس فنيا عشان تواكب هذا النجاح فتلعب نسخة من أسوأ النسخ في البطولة في البطولة مش كده بس في البطولات ويعتري هذه البطولة في ضيحة أخلاقية ولعيب مش عارف إيه وبتاع وبعدين يصدر قرار أو كلام منه حيستبعد فاللعيب قال تتدخل وتمنع تنفيذ أسفرينا أخرى ماشت أثناء البطولة فباش معاها المنتخب وخرجنا مبكرا جدا وبقى الناس متفرج على طولة لا تعنيهم من دورة تمانية إيه ده وتحقيقه مش تحقيقه وحنغير ناس وبتاع والله ده حكك تعارف أنا مسؤولي الرياضة بشكل عام واتحاده الكرة خاصة بيشبهون بإيه الحمام الزاجل مهما تتصور ومشي وبعد رجع لك رجع لك رجع لك خلي بالك من العش على مجل حلو يوم يحصل عشان عبد حليم غنى الطائرة على جناح الحمام يحصل ما يشبه الحساب أيها وما هو بحساب فيتم عقاب مصر من المستبعدين على استبعادهم أنه يحطون في مستوى الدول النامية التي تتعرف وتتحسس كرة القدم وأنها لا تملك نظاماً كروياً ومحتاجة دعم الفيفا فيدخلونا في برنامج اللي جان لا حسميه إيه الوصاية 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 الاغاسة ما عندكوش ناس تدير لا إحنا هنجيب لكو من عندكو برضو كده كم وظف بس إحنا ما تلاقوش إحنا اللي هندفع رواتيب عشان يعملوا إيه عشان ينظموا لكو الدنيا والنظام الأساسي وعملوا انتخابات قعدوا كتير ستة أشهر تلت أشهر بقوا ستة بقوا تلت سدين والخمس أعضاء بقوا تلاتة بقوا واحد أو كانوا واحد محدش يا أستاذ إبراهيم بيحاسب حد إحنا دلوقتي لعبنا البطولة العربية قال لك وإيه يعني ده الرجل جاي يتعرف على اللعبة في البطولة العربية كيروش هو حر ياخد ده وياخد ده وإحنا قلنا هو حر بس سمعنا أمارة فابتدى الرجل يقول لنا كل ما يحسر حاجة لا أنا بتاع كاس العالم ما عادش يكلمني فأنا في البطولة العربية يا أخوانا ده أنا وصلت لكم ضر الأربعة وطلعت الرابع أنتوا عايزين إيه ده أنتوا كنتوا فكرين يفسكم وحطلع الثامن ولا الستاشر منين جلنا الكلام ده ومنين قابلنا هذا التصنيف ومنين قابلنا هذه الرؤية وهذه النظرة إلينا عدينا البطولة العربية قلنا بطولة محشورة في النص وكان يعني اشتركنا مجاملة ما كانش يعني ما كناش أحسن حالات والرجل اكتشف نجوم جدد فيها عشان نخش الأمم الإفريقية فالنجوم الجدد اللي اكتشفوا وحلوا مكان الأساسيين اختافوا بخ أسبرينة وباشد الله يعني يعني احنا كل اللي عملنا الفطرة الفترة كان لزمته لا لا احنا كنا كده بنقولكم ان احنا موجودين بنوسع القاعد رحنا كاسل الأمم الإفريقية خسرنا من نجاريا بمنظر سخيف جدا ولا فرصة وبعدين ادينا أمل وعلى فكرة احنا وقعنا في الفخ ده احنا وقعنا في فخ ان احنا بقى أضعف فرقة في البطولة فأي حاجة تيجي هيبقى كتر خير الدني عارف انت الفرقة اللي بتصارع على الهبوط فاتغير الجهاز الفني فيعمل ضرور مع فرقة من الفرقة المقدمة فيتم الإشهادة بيصار في المكافأات الاستثنائية لكنهم هلاكش الهدف لحد ما توصل الفاينال قابلنا بأداء مش كويس ان احنا نقول ادي احنا اخسرنا بضربات الجزاء والمهم ادي احنا اتعرفنا على سنغال اللي هنلعبها في كاس العام تصفات كاس العام وتأتي اللحظة المناسبة نلعب اوحش مباراتين في كل اللي حكيته ده الا هم بعض الوامضات واللحظات وظهر بعض النجوم اللي مش معمول حسابهم زي محمد عبد المنعم زي امام عشور الذي احييه على اداءه كلما اعتمد عليه في الباكرايت صحيح ايوة بس احنا دي مش مطشاة وديها الاعداد اللعبية كل الجبيات دي كان لازم انت بقى انت جاي بيها تبني عليها لا يعني خلاص موجودة يقابلها انهيار في الهجوم بتاعنا لم يحرز هدف ها لم يحرز هدف يا أستاذ مراهيم تمتذكر لي جون ها لا لم يحرز اي هدف الا في البطورة العربية احمد رفعت اللي عقب لتقلقه ومحمد شريف اللي عقب لتقلقه طيب بعد كده بتعمل نفس الشيء متوقع يعني احنا كلما الناس تقول كذا طيب انت على فكرة وقفنا مع كرش جدا جدا وانتظرنا لأخر اللحظة احنا عايزين نبان محترمين كروينا أستاذ إبراهيم يعني انت كان موقع على فكرة كان ممكن جدا 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 وكنت الأقرب في ضربات الترجيح انك انت اللي تعدي بدل السنغال ولكن لم يكن هذا يحقق عدالة كروية ولم يكن هذا يحقق لنا سمعة كروية في كأس العالم لأن لو مش إينا بنفس الإسلوب هنروح نقدي إيه انت ما بتجيب شجوان انت جون محمد صلاح مش كده في ايه تاني من العرضة وجات في رجل الرجل ودخل لأ يعني لأ في تحرك وفي بتاع جات في العرضة كان مفروض تخش قبل ما تيجي فلحية وقلنا هنا لا والله يا الله عملها صلاح حل وقوي وقطها ورينا انت بقى يا كيروش هسميك كيروش تاني كيروش خمسة يا كيروش على فعل الصواب انت راح هناك لو جبت جون كنت خلصت الليلة دي فتفضل ما تشوفش مندي ها مندي ولا مندي المندي ما تشوفش مندي طول الشوت الاولاني وبعدين ينزل سيزو تبتدي تشوفه ولعبنا لنا ربع ساعة لحد الله ما تسيب الخير بقى اللي انا بحب تعليقه لكن عايزة اقول له نبي يا كابتن متحد خلينا في الطبيعي الحاجات مش ضروري يبقى اللي في يحكم يحكم لأ ركابه بتخبط في بعض بتخبط في بعض هم ركابه بتخبط في بعض معلنا يعني لعبنا كويس خمس دقيق طب كويس كترخير الدنيا ماش معنى كده الواحد منهم يضع ضربة جزاء يوم يقول له درجة تانية يا ابني ما انت درجة تانية هتعمل يحسن من كده ما أحسن لاعب في العالم ضايع عندك ضربة جزاء التمثل العزر معلش معلش بتحصل كل العلمة العالم بتعمل المعيار في التعليق كنت أتمنى لأن أحيانا أنا بتشائم من الحاجات دي معلش هو مش زنب مش زنب كابت المتحت هو اسلوب لكن أنا لما لقيني بحتفي بأخطاء الآخر صحيح وأبرر أخطائي ما بحبهش احنا بقى خلاص قلنا الكلام ده لكن هل معنى كده ما كانش عندنا فرصة والله كنا الأقرب بكل اللي أنا بقوله ده كنا الأقرب كنا الأقرب وكان بالإمكان أفضل مما كان شفت بقى دي أنا بماهد للكلام ده بعد الفاصل